الخبر بيقول الأمم المتحدة أوامر الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة بالإخلاء ترقى لمستوى جريمة دولية ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع ودات المتحدة أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأوامر الإخلاء هناك يمكن أن يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القصري للمدنيين وقال المتحدث باسم المكتب في بيان صحفي نحن قلقون من أن هذه الأوامر إلى جانب فرض حصار كامل على غزة قد لا يعتبر بمثابة الإخلاء مؤقت قانوني وبالتالي قد يرقى إلى مستوى النقل القصري لمدنيين في انتهاك للقانون الدولي أنا شايف أن التصريح هو مجرد تصريح ده من وجهة نظر اللي ممكن تكون غلط ولكن يعني إحنا ما أجمل وما أحسن أن نقول نشجب وندين يعني لسه هنقول أن دي جريمة أو جريمة دولية في حق الإنسانية في فرض الحصار أو تهجير المدنيين اللي منهم مش أي زمن هكشف الخبر ده إزاي؟ طيب يعني خلينا بس في البداية قبل ما نتكلم عن فكرة الإدانة أو فكرة الشجب هو التصريح في حد ذاته من الاحتلال الإسرائيلي أنه هو بيطالب قطاع غزة بأنه هم يتحجروا من بلده وروحوا بلد تانية يعني أنا ده بسميها من وجهة نظري يعني بينك وسين نوع من أنواع البجاحة اللي هي بشكل كبير جدا أن أنت يعني محتل بلد ومسيطر على أجزاء منها ويه بتقول لصاحب البلد دي يعني روح شوف لك مكان تاني يقعد فيه يعني فده يعني أنا شافه نوع من أنواع البجاحة السياسية بشكل كبير جدا هو الموضوع أكبر من إحنا نشجب ونودين وغيره لكن فكرة إن حد محتل بلد تانية وبيقول له أنا عايزك تروح يعني تسيبها وتتهجر وكده فيعني أنا هطلع في نهاية وقول له أحسنة بشجب ودين إن هو بيهجره فلا يعني لازم يكون فيه قانون واضح وقانون يعني عادل بشكل كبير جدا للضحايا المدنيين عادل بشكل كبير جدا لأهلنا في قطاع غزة بشكل كبير جدا للفلسطينيين إن الوسائق التاريخية والحقوق التاريخية للشعب اللي بيتم إنها محوها على طول الوقت زي ما احنا بنشوف يمكن دي يعني بتأكد أكتر بأن الدولة المصرية كان عندها رؤية سقبة ورؤية واضحة في هذا الأمر إن هي لم تفتح معبر رفح ولم يدخل منها الفلسطينيين لإن ده هيكون تصفية للقضية الفلسطينية وده اللي أكدته الفلسطينيين قبل المصريين كمان إن تهجرهم من قطاع غزة واستمرار الاحتلال إسرائيلي فيه القصف والدمار وغيره وهيتسبب في إن هم يسيطروا على قطاع غزة فبالتالي هيسيطروا على مناطق أكتر من فلسطينيين فبالتالي هو ده يعني سبب كبير جدا إن القضية ممكن يعني تنتهي في يوم من الأيام إن هم يكونوا سيطروا على قطاع غزة خلينا أقول لحاك برضو إن يعني لو رجعنا لحدود 1948 لو كان في حد بنفس الرؤية ومنع فكرة إن هو يفتح الحدود وغيره يمكن ما كناش وصلنا اللي إحنا وصلنا له النهاردة وفكرة برضو إن هم سيطروا على أجزاء كبيرة في الحدود بتاعت سنة 1948 إن تم فتح الحدود والفلسطينيين عبروا من الحدود دي المناطق تانية كتير وقدروا إن هم يسيطروا على المناطق دي فلو ده تم مع قطاع غزة هيقدروا إن هم يعملوا ده كمان مع قطاع غزة فبالتالي الموضوع هيبقى بدل ما احنا بنعالي قضية وتكون قضية أكبر وقضية أوسع يعني فبالتالي القادة المصرية كان لها رؤية ساقبة في هذا الأمر ورؤية صحيحة وده اللي أكد عليه الفلسطينيين قبل المصريين بشكل كبير جدا فالوضع فعلا نتمنى إن يكون فيه مبادرة حقيقية لوقف طلق النهار نتمنى فعلا وقف نزيف الدماء اللي بيحصل في قطاع غزة وكل قلوبنا وكل دعائنا وكل صلواتنا لإخواتنا الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل كبير جدا إن ربنا يكون معاهم وربنا يلهمهم ويعني يحقق لهم النصر القريب إن شاء الله